موسيقى الراجا جمهورها راس مالا موسيقى ايو السلام عليكم عشال جارد كيف راكم كنتمنتكم مزينا و احنا عدنا نرجع لكم في الشين تاني ديالكم و في فقرة عشتارة في الراجا عرفنا الرأس نغبر نفيد الشينادي ولكن السبب وهو ان المارشات دي الراجا كان قراب و لم يكن لدينا نرجع لنا نضعها في الشين ولكن نشوف رايشين اللولة راب البلناها في هاته ديال بسح فيديو من مور فيديو اجي 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 لايك دروري درتيج لانش حال ما تبوسنا فايعنا لانها ستكون طاحت ديال بسح وللايك ديالكم و ممليعا او تانى سيطلعها الكمون تراتب لمن دوع اليوم ويلا كنت جديد مرحبا بك في القناة اللولة والتانية ديالنا درتيجتش كامل وزيّر لي هذه الصمتة ويأتي يلا بينا نبدأ هذا اليوم أو ثاني ترتب البلاد بالصحة خصوصاً من بعد ذلك الفاضيحة تحكيم ما الذي كانت في الديربي بدناها بدناها يلا ما نشوفوني في الديربي والتحكيم كنا شاهدنا وكنا نتفرجنا بدأك ما الذي كان في الديربي ويأتي كشوها صراحة اللي لا حوله ولا قوتي إلا بالله خصوصاً بزمن الفار ما الذي ستعطي للدري صغر ويأتي تفرج فيه وعطني شي كومونتر سيسألها ويأتي يقول لك ويأتي كانوا لعبين 12 ويأتي كانت لعب 11 المهازيل التحكيمية اللي كانت بشتى الأنواع ديالها بلا من دويو على الخبط القرى واللي ولينا كنشوفوه في فارق مغربي واللي كثم مراسه بغوزات القاررة أفعال غادي تهبط للقاررة السمراء أو القاررة السوداء وما غاديش بقى تلقاههم فيها وفاش كد يتشوف أصل هاد الأفعال هادو كتلقاههم من عند أبناء المدرسة لذلك الفارق يعني واحد طالع باش أنه يتربى في ذلك المدرسة ومك يعلموه تحرميه وعادي يا صاحبي عاتقي ما عرفش تربدوه صاف في إطار نبقى هو في التحكيمه في الديربي فارق الراجعته بالدور دياله خرج بلاغات ولو أنا نشفنا واحد البالاغ اللي يقال لك إيشي مع طارق مباشرة بعد مسألة الديربي ولو أنه تأخرب 24 ساعة البالاغ اللي تم الاحتجاج فيه علم هذه التحكيمة للتعرض ديال فارق ما شغير في مباراة ديربي وإنما من الدور اللولا حتى للدور الساعة سوف يترجع الماتش سوف يتلقى الراجعة وراء وراء واخدين لها حقا بلعب ندوع البيوت اللي تماركو عنا بسبب الأرجو والمخرج دائما ما يمارس الهوية دياله وكيبين الخبات دياله وكيوري اللقطة في شي بلاسة اللي ما كتبينش لك تكيسل الماتش عادة بش كيبدو يتسربوا الحق على هذه اللعبة هذي كنا نشفنا فقط مع الأهل المصري في العصبة الأفريقية وقلنا هان يا لاعبين في فرقة خارجية ولاعبين في بلادهم فراء عادي نتعرضوني ولكن فاش كتجي كتشوف كتالقراس كتتضلم أفريقيا ومحليا فرهنا خويرا مقننا ما نقوله جميع الجماهر الرجوي ديت إيد في إيد بش أنها تضغط على المكتب بش يدير المستحيل بش يرجع الحق لهذا الفارق ولكن صراحة أنا كراجي وفراء ما كيبينش الحق غاد يرجع بثلاثة ديال الواثيقة خصوصا أن أغلب الجماهر الرجوية ستكون عارفة بأن عزل بدراوي عنده شي كرسي تمكي نماشي عدو في الجامعة وهذا صراحة لم يكننا قابلين خصوصا أن الرجا من حالة دي كنا نقوله ينكره كل شي ونحبه الرجا تلك الكرسي اللي كان في الجامعي لما كانش يدافع الحقوق دي الرجا فالواحد غير يبعد منه ويدافع لها بالحق القانون أما فإلا كنت معهم فربز منك ما غتحاول تغمد عينك ستبغي تبين الجامعة بزيانة خصوصا أنك عدو في ذلك الطرف بل ما ندعو على الحاجة اللي جامع الرجوين عارفينه وهو أكبر عدو الرجا وهو الجامعة بنفسها وكيف مما كان قوله ديما حقك تقاتل عليه ولا غادي تدوه لك بنيتك ولا تكتل عليه را غادي يسميك خوف ما علينا نبتلوض الموضوع هذا وانشو الموضوع الانحياز ديال الرياضية الرياضية اللي كي يسميه المغاربة القناة ديالهم يعني قناة مغربية بسبب كثرة البلاغات ديالهم بسبب كثرة البلاغات ديالهم قبل أصلا ما يبدأ ديال الموضوع وهذا الشيء سأتأكد في الديربي والكبير والصغير أولا وقبل كل شيء الرياضية اللي جمهور ديال رجا هو اللي هذا عندما يكون نقل ديال الشي موضوع ديال رجا كتشوف المشاهدة مفرق عين ديال بالصح عندما يكون نقل آخر ديال الشي فريق آخر فركة سماع لي ما كتفوتش خمسة لاف مشاهد بشأنكم تحاربوا الجمهور ديال رجا بطريقة هذه عارفوا المتدرر الواحد واللي هو انتوبة جميع القنوات العربية كتمنى أنها تنقل ماتشة ديال رجا خصوصا بالجماهر العالمية دياله وبهذا نحن كجماهر رجوي كنتمنى وقناة خاصة لفريقنا الغالي شيء حاجة عادية واللي أصلا خاصة تكون عند الفرقة كبيرة بحراجة ودك الساعفة غتوني قناة خاصة ديال رجا غاديولي ونشت الدبان وهم اللي غاديجي وغاديولي وقالبوا علىك وغاديجي وغاديجي ورحس الرجلين آخر موضوع ولي هو واحد الفيديو تنتشر الباره لواحد الخالوق عندهم في الفرقة واحد الشخص اللي كيسمي رسو لاعب اللي مشي أول مرة ولا آخر مرة كيديرها وكي هيجل جمهور بيناتهم فجميع الصفحات الراجيوة ترويدة قبل من تدير بي حاول تدير واحد توعية لجميع الجماهير دياله باش ما يكون تشي جغاب ولو ان هاد الوضعية هادي مستحيل تكون ضروري ما كيكون الشغاب في اي بلاصة ولكن باش انك تحد منه ولو شوية فره هادي بحد ذاتك تبقى حاجة ايجابية باش كيجي لاعب كيلعب في ديك الفرقة ويتلفظ بدو كل العيبات فره من هنا مقامية دياله احنا كنا كنعرفوا بمجرد ما كنجي بدو السمية دياله وكنعرفوا كيفاش تربق فره كنت توقعوا اي حاجة ولكن لجنة الاخلاقية باش انها تغمد عينيها على هاد الشي فره هنا رمق هميد تقال بكل واقعية مشي اول مره ومشي تاني مره بما انك انت مع عقبتيش فره غادي بقى غادي يعود فيها وهاد الشي غادي خلي غالجه مهور يبقى محاكم مع بعدياته وكن اكيد ان اللاعبين هم السبب انا ما كنقول شادي شحتش هو ويدادي وبغيت نخرج عليه ولا بغيت هو التعاقب ولكن كون دارها لاعب دراجة تهوك تغادي انتيري فيه بما اننا قربنا الاستطقائق اللي مولفين نروف هذه الفقرة هذي سنختموه بالماتش اللي كان عند الراجاء ان شاء الله اخر هذه الاسبوه هذي اللي كان ضد الفتح الرباطي وضد مدرب الراجاء سابقا جمال السلامين ماتش اللي ما غاديش يكون سهل في جميع النواحي خصوصا انه غالبا غادي يكون اخر ماتش في البوطنة بعد توقيف الدولة فانا كراجو ما كانت تخيش شي حاجة اخرى من غير طروب فانا كانت شي حاجة اخرى فره هنا ما بقى ان ما نقوله زايد ان الجمهور راجوي توم لب النداء ودير كل مفجاده باش انه يسان هذي الفرقة ولو انه مقصرش بمجرد متلاح وتذاكر كنتمع لي السان كثات اكانو هنا معلم كل شي يمشى فكنت منوه ان شاء الله خير وان شاء الله الموضوع دل هذي المات هذا ما زال غادي يطول معانا في فقرات هاشتاك قبل المات والتشكيل اللي غادي يكون في الشان اللي اولى وهنا غادي يكون وصلنا الله فانا غادي يقول لكم ايش اللي كان كنتم رفادي يكون لها العجاب دلكم وكنت منوه كون وصلنا كمولة وشو يمدك شي كاتقلبولي لايك كومنتر سبسكرايب وهنا فعنا بقلي غادي يقول لك بيس